بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وهشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمقون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتنقى القرآن باللدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب أو قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن نقولك من في المار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وعلق عصاك فلما رآها تهتسك أنها جان ولا مددرا ولم يعقبا يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي الأرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيدك تخفج بيطاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة وقالوا هذا سحر مبين وجهدوا بها وسطيطنها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطيب وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوسعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبس مضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه ودخل لي برحمتك في عبادك الصالحين وتسقل الطير فقال ما لي ذا أرى الهدهد أم كان من الغاهبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث طير بعيد فقال أردت بما لم تحر به وجئتك من سبع بنبا يقين إذني وجبت امرأة تملكه وأوتيتهم كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيد لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يفتدون ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو ضب العرش العظيم قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملوه إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأفتوني مسلمين قالت يا أيها الملوه أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوته وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأخلي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فاغرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتب دون إببال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تصرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاروا يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها قبل أن ينتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مطابك وإني عليه لقوي أبي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأى مستطرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكرونها عرشها ننطر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت ضيلها كذا عرشك قالت كأنه هو وهو دين العلم من قبلها وكنا نسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عرسا طيها قال إنه صرحا ممرد من قبالي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يستصبون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسن لو لا تستغفرون الله لعلكم ترثمون قالوا اتغيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رضي يفسدون في الأرض ولا يسمحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خابية بما ظلموا إن في ذلك آية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأتون البجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أذلوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته مقدرناها من الغابرين وأنقرنا عليهم مطرا فساء مطر المنفرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذي نصطفى أهل الله خير أم ما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المصدر إذا دعاه ويكشف السنون ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يحديكم في ظلمات البحر والبحر ومن يرسل الثياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدع الخلق ثم يعيده ومن يرسقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ومن يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساقير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تهزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون غدف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أثرهم لا يحبون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يؤمنون وما من غالبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يستلكون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحبه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إن إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بها للعمي عن ضلالتهم إن لا تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقعوا قول عليهم أخرجنا لهم داقة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قالا كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن ناجعها الليل ليسكنوا فيه والنهار البصغى إن في ذلك للا يات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور فتفزع من في السماوات ومن في الأرض لا ننشاء الله وكل أتوا داخلين وترى الجبال تحسبها جابلة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أبقى كل شيء إنه خبير بما تفعلون أن جاء بالحسنة فلو خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت حجوبهم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون